نحل الموك ده كم سلايد كبير فيه حاجات تتكرر وفيه حاجات يعني احنا ما بين الحاجات المتكررة نجب حاجات جديدة كده او مواضيع ومنها هنشرحها برضي نبدأ اول حاجة يعني ايه السندروم دي او ايه الدياغنوزيس والواصف الستيولوجي بتاعنا ايه والكومبونت والكرامتر انت يمكن حتى لو سلايد زي ده ما انتش عارفها او سبها مش مشكلة انت عندك عشرين سلايد ما يكون منهم خمسة مش عارفهم مش مشكلة ستة مش مشكلة ده حاجة اسمها ماتيون البرائت ماتيون البرائت ده انت عندك يعني ايه ماتيون البرائت ماتيون البرائت ده في فوربي اعرفها بفوربي ايه فوربي ده اول حاجة هو السبب بتاعها ان في بروكشاس بيبرتي وده ما بيكونش سنترل يعني سنترل دايبة مسؤول عنه الهايبوسالمس او مسؤول عنه الليجينر اتش لأ ده حاجة بيكون مسؤول عنها الريسبتور الريسبتور كده اسفجة بتاخد قرار انها هي بكون سنستيف للاستروجين والاستروجين بيعرف ان هو يقدر يوصل للريسبتور عشان كده بتاعنا حاجة من الاتنين يقيمة هدي حاجة توقف تصنيع الاستروجين يقيمة هدي حاجة توقف ما في قولر ايه الريسبتور يبقى احنا اول بي بالنسبة لنا انت بتكلم عن ان هي حاجة نوت سنترل اه الطرياد هو كوموينتات هو طرياد اول حاجة بيوبرتي بروكشاس بيوبرتي بعد كده بولي استوتيك ديسبليزيا وفي عندنا اخر حاجة باتشيز زي ما انتا شايفها كده الباتشيز الموجودين دي يبقى ادي كده اول بيه تاني بيه ودي هما فور بي يبقى انا انا اقول لك ده هو ايه اعرف على طول فور بي طيب ايه اللي بيزيد معاها ده من الحاجات اللي بيزود كل الاندوكراين فابدأ كده الاندوكراين بهايبر سيروديزم وهيبر برا سيروديزم ويبقى تشتغل اكتر من اللازم في تعمل لها كوشنج والبتيوتري كمان فيها ادينيومة فالبرولاكتين يزيد والجروس فهرمون فيعمل اكرو ميجاني فانت عندك كل حاجة بتزيد حاجة تانية انت عندك الليبر من كتر الضغط عليه ومن كتر الهرمون ومن كتر ما حنا بنستخدمه في البرك دا واني الهرمون بيحصل له هباطايتس انها بتاعته دايما قلبها بيرفرف ماشي بسبب ايه بسبب ان انت عندك السيروكسن عالي هايبر سيروديزم فانت عندك دلات يبقى الحالة ده عندها 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 عدنا كمان ده من الحالة بتجي لك الحالة البنت الصغيرة دي اللي عندها ماكي بتيجي ايه ببليدين اخر حاجة من نتكلم عن احنا من نتكلم عن يا امتي دي حاجة توقف تصنيع الاستروجين زي من واقف حاجة تشتغل عن ريسيبتور زي واخيرا انت كل بتعالجها يعني الحالة اللي عندها مثلا بيعلاجها بتديها كرب مزول او 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 عندك كمان الحالة اللي عندها مثلا يبقى ايه الحالة دي اول معنا ايه ده بيعمل ايه بيعمل نوع ايه افتكر دايما الفور بي وافتكر فكرة ان الاستروجين علاجها توقف الاستروجين وتشتغل على الريسيبتور وكل حاجة بتزيد معانا فالحالة دي بيكون معاها اه بيكون معاها كمان. ندخل على تاني حاجة ايه الصورة دي او ايه بتاعنا وعايز تو طيب وعايز ايه بتاعنا. يعني ناخدهم كده انت عندك الدراغات بتاعتك يعني انت ده بيكون هو يعني انت فلازم تكتب في حاجة مخترمة. ما تجيش للسبتم. الفرحة بيك. متى كده اخر. يعني ما تجيش تكتب ان هو لأ احنا الطيب اه اه بتكلم عن اه روزنتل ولونجوتيودنا وبس كده. بتاعنا نشوف كده دنيا نكتب فيها ايه? ده فجاية من السبتم انواعه ايه? احنا عندنا انواع اما لونجوتيودنا اللي اما ترانسفيرز. مهم او ترانسفيرز ده. ده انت عندك قدر فجاينة يا اما ممكن يكون في القبر سيرد. وده اكتر حاجة عموما وازم تكتب الكلام ده. وبعد كده ممكن يكون في المدل وممكن يكون في اللور. لان على حسب ده مش مطالب بيت بالوقت بس على حسب مكان السبتم ده بتغير يبقى انت مهم جدا انواعه وتكتب الانواع دي. اه علاقته بايه? احنا ده ليه علاقة بالجينتاليا بالمولاريان فممكن يكون معاه كمان مشاكل موجودة تانية في المولاريان عشان كنا هحتاج الام اه الام ار ايب. وبنتكلم عن مشاكل كمان في ويتكلم عن هنا هيكون صعب جدا انك يحصل فممكن يكون في مشكلة في الانتر كورس. ممكن نتكلم كمان عن ممكن حتى لما يحصل ولادة هيحصل وممكن يحصل تير ويحصل الكلام ده كله فهو ايه? يعني اي كلام من ده انت هتقوله هتاخد عليه درجات. بالنسبة لنا انت اهم حاجة مهمة جدا علىها درجة. يعني همش هاشتغرق على طول هنعمل منها ايه? هنعمل ممكن تعمل ممكن تعمل تشوف ايه اكتر حاجة تخد منها تشوف ايه اكتر حاجة هي جهة بسببها ايه? تانية حاجة بنتكلم عن بالنسبة لنا انت هتدخل تشيله ده اللي احنا متكلم عنه بس. ده على هذا راكتين مثلا. اللي هو هتشيله بباية هستروسكوب او لابولوسكو. مهم جدا بست اوبرة تب. بست اوبرة في انت رو اشتغلت ده انت ممكن يحصل هنا ادهيجن فعشان كده انت محتاج انك فاجان ديليتر او كمان متدي لوكال استروجين عشان تمنع الستينوزيز والادهيجن. يبقى انت كده هتخدت الفول مارك. يبقى انت كده خدت العشرة برجات. يبقى احنا ده تنسلايج الفاجانة سبتم. انواعه ايه? بس لازم تقول لانواعه كمان. واشهرهم هو القبر. وممكن يكون معاه ايه? بتاعنا تالت حاجة اه يعني بيتكلم عنه هو عايز يعرف ايه ده? عايز تعرف ازاي? بتاعهم? نوع التوينزي في الحالة زي ايه? سؤال سهل وبسيط لكن يبنك اللي هو صعب. طبعا هي ده كل ده صور ممكنة. يعني ده صور ممكنة بالنسبة لنا. احنا يعني هو الاسم العلم بتاعه اللي هو او اللي هو الحبل الملفوف. او احنا منسميه اللي هو ايه? العقدة. ده او ده ينفهمها عاكم. الدياجنوزيز بتاعنا يبقى ده اول حاجة الدياجنوزيز عندنا حاجة من الاتنين. يا اما بالانتنيتل من اول عشر قسابية هعمل لها يا اما تو دي يا اما سري دي. عادي جدا بالسري دي والتو دي. او من خلال البيبي. اتلاقي البيبي عنده. م 어쨌든 ماهلة. البيبي كان بتحرك كتير الاول الحلعة عندها بولي في البيبي بتحرك عنده المكان اللي هو بتحرك فيه فيحصر ان هو يعقد الاييه? الكردة حواليا نفسه. بأي اف دي. يابقى دي كريز يبقى هو كان الاول بولي وكان البيبي بتحرك سريع جدا بعد كده بدأت حركه تقل بعد كده في دسترس بعد كده في تغير في الست جي بعد كده في اي اف دي. اه انواعنا ايه? أنواعنا يعني على حسب هي طايت ولا لوز يعني اللي انت شايفه ده ده بالنسبة لنا لوز عكس ده ده طايت شبه ده اول حاجة وكيد ما سهل اوي طايت او لوز ده اول نقطة حاجة تانية هي سيمبل يعني واحدة بس كده وخلاص لفة احوان بعضها ولا انت زي ما تشايفها كده حاجة حاجة موجودة قدامك ولا بنتكلم عن اللوكيشن بتاعنا فين اللوكيشن قريب من الانسرجن ولا قريب من البيبي اللوكيشن قريب من النك ولا قريب من الليمب اي امكان المكان بتاعنا اه طبعا سبعين في المية من حالاته المونو مونو بيكون فيهم المشكلة ده عشان احنا كابل نولدها هل يكتلونه تلاتين بسبوع الماناجم انت بالنسبة لنا انت اول ما بتشتغل حالة زي دي بتلاقي ان القرد قدامك كده لف حول نفسه بتشوف لو هي بتحاول ان انت تعمله او بتحاول ان انت تبعده عن الليمب او عن النك لكن لما يكون طايت انت بتجري جالية تعمل كلام بوقت له الكرب ده اه طبعا ممكن البيبي يحتاج رساستيشن فده تالت سلايد السلايد الرابع بنتكلم عن ايه اللي موجود قدامك ده وعايز ده راس بيبي راس عيل والعيل مخنوقة اهو زي ما يكون كانت طالع الاول وبعد كده حصل له تاني رجع تاني اللي احنا متكلم عنها حاجة اسمها اللي هي راس السلحفة تعال نشوف كده يبقى احنا عندنا ده يعني ايه ده علامة من علامات هو يعني ايه يعني ايه بتاعك ان ببدا عدس Brab lady basketball ايه عدى ستين دقيقة ستين ثانية اسف ستين ثانية ما بين ولادة الهيت وليسه شولدر ما اكولدش يبقى ستين ثانية يبقى انت مفروض في شولدر يقوم بعد ستين ثانية طيب او انا محتاج مانوفر تانية علشان اولد الشولدر يبقى احنا بنتكلم يعني شولد الدستوش يعني يعني يبقى انت يا اما محتاج wow محتاج اكستر مانوفر مايم taken forward After shoulder add shoulder او ستين ثاني. او بتتكلم عن بعد ما الرأس اتولدها ترجع تاني. يبقى ده كلها اسمها شو ده بستوش. هو مفروض البيبي يتولد في خلال ايه? مفروض في خلال خمس دقيق يكون البيبي خارج. اه اول بالنسبة لنا يعني هو الكلام كله على الماكروبرت. لكن ما تكتبهاش لوحدة. انت عندك وقتين كفين جدا. انت هتلاقي نفسك بتكتب بسرعة. فما تكتبش كده عشان ايه? هي من ثلاث درجات. يعني هي كلمة ده تاخد ثلاث درجات فيها? حرام عليك. هيديك نص درجة. هيديك درجة. ليه? اول حاجة كورفو الهلب. بعد كده انت في حاجات مهمة هتعملها. هتوقف اي بريشر في الفضس. هتعمل ايه كمان? هتوقف الاكستوسي. وهتعرف المظهر بالكونديشن الموجود. هتقول لها ان انت احنا بنقابل دلوقتي ان البيبي بستاك بنقابل دلوقتي الشولدر. ما تقلقيش. احنا هيكون موجودين كلنا او عدد الموجودين زايد. فانت لازم تبلغ او تنفورم المظهر باللي موجود نعاهم. بعد كده بتحاول تحط المظهر او البطوك للتيبل على على حفة بتاعة العمليات. وبعد كده بتعمل ايه? الماكروبورت والسوبروبيو. يبقى متكتبهاش الواحدة باش هتاخد درجة. بعد كده هنتكلم عن بتاعتنا هو عايز اتنين هنا واتنين هنا. فده كلها قدامك. بالنسبة لنا. العيل ده اللي ما بتولد انت محتاج دلوقتي. هتدخل ايدك وهتشتغل اكتر وممكن الحالة هتطول معك في ولدها فهتحصل لها بيبي اتش. يحصل لها اتنين. يحصل لها تير. يحصل لها انفكشن. تجيب اندوموترايتس. كمان ممكن انت شغال يحصل لها او 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 ممكن كمان بعد كده الحالة دي تدخل ده مهمة جدا 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 جدا. ان انت عرضتها ان من بيبيت ولد. فشافت المرو فيه شافت السوات زي ما احنا بنقول فهتدخل في بالنسبة للنيونيت. النيونيت بالنسبة لنا ايه? ان انت مش ما قدرتش ان انا تتخرج البيبي فممكن البيبي يضعي. طيب هنحصل ايه البيبي هيحصل له هيبوكسي. الاكسجين يوصل له هيقلب. طيب المشكلة مش في البيبي. المشكلة في بتاعه. المشكلة هيبقى عنده هيبوكسي. هيكون كمان ممكن يحصل له مشكلة في الشولدر في ايه يحصل عنده بريك البلسي او ايربس بلسي. ممكن كمان يحصل له ممكن البيبي يحصل له ده موضوع ايه الشولدر بستوشي. ندخل بعد جدا حالة متكررة. هو عايز يعرف ايه ده? اسبابها الدياجنوزيز المحتاج بسببها تعمل اللابراتني في حالة زي دي. والتريتمينت بتاعتك ايه? هو هنا يعني ده او احنا بنسميه اللي هو الانترابورفنية الاسبريد او المنتاستيك سبريد لاي كانسر عموما يعني. احنا بنتكلم عن اه ممكن الاشكال اللي انتا شايفها دي ممكن بالسيتي زي ما انتا شايف كده. طيب تعال نشوف كده ده ايه? ده عبارة عن اومنتا الكيك. الومنتا الكيك ده ممكن تكون انت بعمل لابراتني زي ما احنا بنعمل كده او في لابراتني معموما نعم. ده عبارة عن ايه? عبارة عن ان سبريد لي في اسبابه ايه? احنا يمكن اشهر اسباب ليه لكن ما تكتبش كده الله يكرمك لوحدها وتبقى مبسوط وطلع من امتحان وده المشكلة اللي بقولها للناس كلها. اللي امتحان انت بتكون عارف الموجودين المية الموجودين والخمسات بنتحنوا عارفين العشرين سلايد. بنجح منهم تعشرين بس. ليه بدليل ايه? انت بتكتبش. انت بتكتب سريعا اللي هو فاكر ان انا لم بتكتب بسرعة خلاص انا بتكتب. لا. اعرف بس. احنا اكتب على القالة اتنين تلاتة مهمين. يعني ده متستطيع تكمل الاوفري. مش الاوفري بس ممكن تشلده كله من اي حاجة انترا بروتونية. من ايه بالعموم. لو انت معندكش وقت ايه بالعموم. لو انت معندكش وقت ايه بالعموم. كل الكرام بس هو غالبان هو بيجي مع الاوفري. ممكن بسبب التي بي. التي بي يعمل الكرام ده بس ده مش ومنتال كيك ده يخص الكنسر. لكن ممكن يجي من التي بي. ممكن يجي من الليمفومة. ايا كان نوعها ايه. ممكن كمان بيتكلم عن حاجة اسمها ميزيسيليومة. طيب. بيتكلم عن ان ممكن بعد ما الحالة تعمل اسبلينيكتومي تلاقي ان حصل ان الاجزاء اللي في الامنتان ده بقت اسبلين. اسمها اسبلينوزيس. وده حاجة جدا وده بالنسبة لها. وممكن تكون الحالة دي كان عندها آآ آآ ميزيوس وحصلوا ربشر فيعمل لها بالطريقة دي ممكن تظهر بالطريقة دي. والاسباب طبعا انت احنا كلنا بالممكن بين وسايبينها. ما عندناش وقت. ما هتاخد درجة. يا فرحتي. يعني يا فرحتي انت عارف حاجة زي دي وتاخد فيها درجة بس. ندخل بعدك ايه? بالنسبة لنا زي ما احنا شايفين فوق كده. هو الاساس بتاعنا. طيب. الحالة جايب اخيرها. الحالة عندها سيوبيدي. مش هنفعها داخلها سيتي. او مش هنفعها في تحبطنة. هتعمل ايه? هتحاول ان انت تاخد منها بايوبس. البيوبس ده تاخدها من خلال لابروسكوبي او السيتي. يبقى احنا عندنا الحالة هو العلاج بتاعنا ايه هو سيتي. طيب. البيشنت عايزين نعرف خلاص عرفنا ان ده آآ في مشكلة في الاومنتم. ده ايه بقى? ده متاسيز ولا تي بي او هعمل ايه? الحالة مش هقدر داخل العملات. الحالة مربود اوبيز. بمي بتاعها خمسة واربعين او خمسين. حالة عندها سيوبيدي. عندها مشكلة. فانت ممكن تاخدها كمعة. لسكن تاخد منها بايوبس بالالترا سوى دي هو السيتي او ممكن تاخدها من خلال اللابروسكو. بتاعتنا ايه? اللي انت محتاج انك داخلها العمليات. طبعا اكيوت ابدو من اشهر سبب المورتاليتي في ال اووريان كانسر عموما. سانو بستراكشن. سانو بستراكشن بسعى من الاسباب المشهورة جدا من المورتاليتي في ال اووريان كانسر عشان كده وممكن تكون الحالة دي عندها اووريان ماس فحصل لها تورشن او ربشن او ممكن نتكلم عن بروتونايتس فانت محتاج في الحالة اللي زي دي انك تعمل آآ تازم البيشنط تندخلها او ناخد فيها اجراء بالنسبة لين تدخل اقدم وتقدر تشيل الكلام ده كله. بنعمل حاجة اسمها سايتو او سايتو رداكشن. بتدخل تشيله على قد ما تقدر على قد ما تقدر. بس بقى وراك رزيديوار كده واحد سمتي اتنين سمتي نصف سمتي ايه بس على قد ما تقدر شير اللي انت تقدر منه. وبعد كده بتديها بعد كده ايه? يبقى احنا بنتدي انشيل سيرجري وبعد كده بتدي ايه? كيمو سيرجري. ندخل بعد كده على صورة برضو مشهورة من الحاجات جداً أسبابها إيه والطيب والcomplication بتاعتها إيه يعني ده كل ده صورها يعني انت بتكلم عن وكده طريق له زي ماس الماس ده بتكون في الساكرم فده احنا حاجة نسميها الساكروكوكسيجيال تراتومة الساكروكوكسيجيال تراتومة حتى ممكن تبان في الالتراساون دي طيب أنواعها إيه أنواعها يمكن من الأسئلة اللي مش عارف نهاية ما قبل كده في البورد بس متكررة في أماكن تانية أنواعها إيه أنواع زي ما أنت شايفها كده أنا شايفها تقريباً أنا حاس إن هي اكسيترنل لكن فيها جزء ديس انترنل يعني هي ممكن على حسب بتاعتنا يبقى أول حاجة ممكن تكون تقريباً توتال اكسيترنل اللي هي تكون يعني حاجة للجسم جسم وهي زي ما يكون كده ما توصلها بالتيوم وردها ده طيب وان وده أخفهم طيب وان ده اللي هو توتال اكسيترنل زي ما احنا شايفونه ده طيب 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 هي ايه غالباً هي بس هي فيها لسه مازال آآ 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 انترنل بعد كده آآ طيب سي ري معظمها انترنل طيب فورد ده أخطرهم لأن انت بيتولد ما بتكتشفش اللي هو عنده تراتومة أو كلام من ده بيكون غالباً بتكون التراتومة موجودة ماشي ظهر منها أي حاجة ثانية فهو على حسب شكلها ده اسمه الطيب بتاعته آآ طبعاً التراتومة ده فيعني ده ممكن برضو ده يقول لك سببها ايه او بتولي جبتاعت ايه بالنسبة لنا ان احنا بيبقى عندنا الجزء ده بيخزن وبيكسر الاربسيز فالبيبي ده يكون عنده أناميا ده نتيجة الاربسيز فالبيبي تنفخ فيجيلوه هيدروكس في ثالث فالبيبي يحصل له ايه بعد كده يبقى عنده آآ ممكن كمان ان يحصل هنا فالبليدنج هي سبب شكل البيبي فالبيبي يضايب بسبب كمان بنتكلم عن نتيجة الربشار ونتيجة البيبي ده يكسر في البيبي عنده أناميا نتيجة الانميا تنفخ بتاعت البيبي دي يعني يعني هيحصل له يعني البيبي ده ممكن يحصل ربشار او يحصل في البيبي ده بعد كده يحصل له شوك ويحصل له دي وضايب ايه ممكن تكون الموضوع ما هواش فممكن يؤثر على البيبي ان هو يعمل مؤثر على الهب عموما يعني هو الفكرة كلها ادي الهب ادي نتيجة الهب هو موجودة هنا فمؤثر على الهب فعمل في الهب ممكن كمان يكون عامل لان انت بتكلم انه ممكن يكون فيكون هو العمل لها المشكلة دي ممكن كمان يؤثر على وآخر حاجة ممكن التيومة رضا لو انت سيبتوما ما حصلوش هايقلب بمتاستيك قوي طبعا مشاكله للماظر ايه كل ده للبيبي ما تنساش دايما الكمبليكيشن ما تنساش تسجد كلمة عن الماظر لازم الماظر البيبي ده هدروب سبتالس هيتنفخ فأمه ممكن هتنفخ زي ميروف سندروم وحصل لها قويس وحصل لها بولي البيبي ده يتولد طيب البيبي ده هينفع ورده النورمال لا طبعا في السيزيران سيكشن الريد بتاعها هيزيد ولو تولد نورمال ممكن او ممكن منسبب على بسبب يبقى ده الحالة او ده بتاعت الساكروكوكسيجيال تروتوما ساكروكوكسيجيال تروتوما ده عبارة عن جيرمي سلكيومر انواعها ايه على حسب هي يا اما للجسم فنحن نسميها اكسترنال او موسط الاكسترنال يعني جزء بره وجزء جوه غالبا جوه لا ده انت بتكلم عن ان اصعبه هو طيب فور اللي هي تقريبا تماما توتالي انسايد اه اسبابها عندنا حاجتين للمزر وللبيبي للبيبي دايما عنده انميا هدوقتي في ثالث والمشاكل دي المزر ما تنساش الله يكرمك لازم تكتب حاجة عن المزر للاخر بعد كده ايه بتاعنا طبعا ده من حاجات المنتشرة ومتكررة جدا ده يعني ايه بتاعنا بس ما تكتبش على طول اكتب ده ده ان احنا شايفينه كده مصطر ان هو يكون الحالة دي يكون عندها يبقى ده ممكن لو عندك وقت تكتب يعني بالنسبة لنا بتاعنا اكتر من خمسة وعشرين او بوكت اكبر من تماما. اسبابه ايه? الاسباب انت عندك بتكلم عن فوركوسيز فانت بتكتب عن كل حاجة مختلفة يعني ما تكتبش كلهم ما تكتبش كلهم يخصوا المزر. خمسين ستين في المية ده اول حاجة تكتبها. بعد كده السبب في السبب في سبب في المزر الضيابيس يكفينا قوي. عايز تكتب حاجة تانية ماشية الليسيوم. الليسيوم الحاجات اللي بيسبب ضيابة للبيبي. الليسيوم لما يوصل للبيبي بيخلي البيبي يحصل له كتير. فالبيبي يحصل له اه فيحصل لها بوليم. او ممكن الفيتل اه الفيكشن توكسوب لازمة سيتوميجالو. او ممكن تتكلم عن بأنواعه اللي هو بتتكلم عن داون ادوارد باتو. لان كيف حالية او ممكن تكون عندنا ممكن بقى الموضوع بقى كبير ممكن تتكلم عن كمان الهيرنيا او كلام دي. وانت عندك ما نفعش تكتب كله يخص البيبي. تطلع مبسوط هتاخد واحد. هتاخد اتنين لو ايام الخامسة مسلا. ليه? لان انت تكتب انكسيبلينت. بلا سنتا. انت لو قربت دول بس ما تكتب الكلام هتاخد درجة كويس. اه يعني حاجتين المزر بتيجي تشتاكي منهم. انت الحالة البولي دي. فالبولي ده بيكون الابدوم بتاعتها اكتر من اه اه البيلدو في امينوريا. فانت بتتكلم عن الالي جي ايه? لما اجعل البالبيشن البيبي صعب ان انا احس البيبي كله ده اه فليوود فصعب ان انا احس الفيتال بارد. اه المزر بتحس ان انت ابدومنا البين عندها تنس سكن بتتكلم كمان عن مشكلة وبيكون الصعوبة عن ان البيشن تكون صعب جدا. بالنسبة لنا ممكن يحصلها ايه? كل حاجة اللي هي قدرة احتمال. فانت عندك الجسم مش هستحمل كل ده ولي فممكن يحصلها بيبي بروم. ممكن يحصلها بريتيرم. دايما البيبي ده بيلعب جوه فاللاي بتاعته تكون كمان هو ممكن فانت عندك كورد بيلعب هنا فكوردة تلاقي قبلك تحت. فانت بتكلم عن كورد بريلابس. حاجة كمان الحاجة اللي اتونيك بي بي اتش. ندخل على تريتمنت دي. هل لو الحالة اوديوباسيك ينفع عمل مالهوش رول. مهمة جدا. يبقى الحالة ايوة 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 او الحالة عندها مساعا كيفة اللي ممكن تعمل الماشي. لكن اللي اوديوباسيك اللي هو ستين فلمية ما ينفيش حاجة اسمها اندوكشن وفليبر. طيب لو بنتكلم ان المزر بدأت تشتكي وبدأ يأثر على فالحالة تعمل يبقى انت ده اول كلمة تاني كلمة تات كلمة البيب ده اول ما بيتلاقيه بدأ ان هو يجيلي بولي انت لازم تعمل التراساوة تشوف فين المشكلة. البيب ده اكيد فيه مشكلة في الوصوله. اكيد فيه مشكلة عنده في البلع واكيد فيه كجيات الان انا مش شايفها. قبل اثنين وثلاثين اسبوع ممكن تستخدم النونسترويدل اللي هو ممكن بعد كده يبقى قبل اثنين وثلاثين اسبوع. واخر حاجة البيبي اللي اتولد ده انت حتى لو اتولد طبيعي انت لازم تقول لدكتور الاطفال ان يونيت ان هو يعمل بستليتر تشكلي لانه ممكن يكون عنده شوف ايش هل فيستور البيبي ييجي بدأ ان هو يحصل له نيمونيا ممكن يحصل له يبقى احنا متكلم عن ده ملخص موضوع البولي اموما البولي ممكن يجي لك انواعه ايه? احنا عاملنا ميل من خمسة وعشرين لثلاثين مدرجة لحد خمسة وثلاثين سيبير اكتر من خمسة وثلاثين. الفيسيولوجي بتاعنا ايه? الامريتك في الاول بيبدأ يزيد لحد اثنين وثلاثين اسبوع. وبعد كده بلاتو لحد كان تمانية وتلاثين. يعني بيبدأ سابق. وبعد كده بيبدأ يقل من من عند اثنين وتلاثين. من اول تمانية وتلاثين لحد اثنين وارب statue. يalu بقى احنا عندنا في الاول بيبدأ يزيد تدريجيا لحد ثلاثين وتلاثين اسبوع ده الماكسمن بتاعه. بيبدأ بعد كده البلاتو. وبعد كده بيقل لحد اثنين واربятデية اسبوع. طبعا الصورة بتاعه ايه? طبعا الصورة المشهورة جدا بيبي كبير قوي بيبي التاني ازغر منه. بكل ما عنده بتاعتنا وكلام ده كل. احنا عندنا هنا عندنا حاجة اسمها الكوانتيرو. كوانتيرو. لما يقولك بتاعتنا ده الكوانتيرو. ده اللي هو عبدو مات. عبدو مات. يبقى ايه عبدو مات? يبقى اول حاجة في مشكلة في قامتك في الاول. واحد كبير قوي يعني ايه? عندك بولي. بتاعه اكتر من تمانية. والديب والتاني اكتر اقل من اتنين. ده الديب بوكت. البلادر للدونر ما انتش شايفها. في مشكلة في الدوبتلر. فعندك اديمة او او افليوجن او اصيدس كل ده. احنا نسميها عبدو. ابدو مات. في الاخر واحد بيموت فيهم. يبقى ده ودايما بيكون في المونوكوريونيك عموما بتاعنا خلاص قلناه الاتيولوجي دايما بيكون ديب ما بين الارتر والفين. الاسبابه ايه? ما بين الارتر والفين بيكون ده ديب. ده يهمنا في السلمون تيكنيك والشغل احنا بنشتغلو كتريتمنت لي. الدياجنوزز بالنسبة لنا ايه? انت بتبدأ تدور عليها من اول ستتاشر اسبوع لحد اربعة وعشرين. صعب ان هي تحصل بعد وكما بعد اربعة وعشرين في المرة. واحد في المية بس. بعد اربعة وعشرين قليل الاول ايها تحصل. يبقى الدياجنوزز ايه ماتتاجش بقى تقول بقى الدياجنوزز تقول تأليف كلام. الدياجنوزز يقصدهاчноه ديا ايمنا الدياجنوززannie. يبقى انا هعمل ايه دهantoiture كل اسبوعين. او فورتنايت. كل اسبوعين. من اول ستاشر لحد د ivory وعشرين وبعد ي۱ كيدا مش محتاجي قيد. مش هيحصل لك. طيب انا ممكن كل أسبوعين دول أعملها كل أسبوع لو لقيت إيه؟ لو لقيت أن الأميديا في الوقت بدأ يتغير بدأ أن الفرق ما بينهم أكتر من أربعة يعني إيه؟ واحد ثلاثة والتاني بيتكلم عن اللي هو سبعة هم لسه ما وصلوش للتارجد بتاعي لكن فيه فرق بينهم أربعة واحد خمسة والتاني تسعة يبقى أنت بتتكلم لو الفرق ما بينهم أربعة أو أكتر لازم تعملها كل أسبوع أو لقيت أن الممبرين ما بينهم بدأ أنه هو يعمل في اتجاه واحد يعني إيه؟ التاني بيضغط عليه يبقى أنت هنا بتتكلم عن أنك لما تلاقي الكلام ده يبقى يعرف أن أنت قدام تبقى أنت التونترون سيكيوجين هتظهر لك قرية فتعملها كل أسبوع يبقى ده الديجنوزز بعد كده الكمبليكيشن بتاعتنا إيه؟ الكمبليكيشن بتاعتنا إحنا عندنا ممكن البيبي ده يبقى عنده سي بي يعني فيش حاجة اسمها بقى أيوف في دي هيحصل أيوف في دي ده كلام هاري أنت لازم عشان تاخد درجة بتاعت السؤال السي بي ممكن بعد التريتمت يحصلها ريكورنس تاني فما تتطمنش قوي ريكورنس ده كمبليكيشن رهيب إن الحالة يبقى عندها تقولون ترونسيفيشن متعلاج ويتصالها ريكورنس أهم من العاكة اللي أنت عملت تقوله في ما فيش الكلام ده أول حاجة السي بي تاني حاجة ريكورنس وبعد كده ممكن بعد التريتمت وتتعالج يحصل لها تابس يعني إيه واحد يجي له أنيميا والتاني يجي له بوليسيسيميا بقت مشكلة تانية يبقى ده هي المهمة هو ده المهم بتاع أنه هو المهم وهو ده يبقى بتاعبنا 15% يحصل له سي بي أو ممكن ريكورنس يحصل لها ريكورنس تاني وآخر حاجة تابس ممكن بي بي ده بسبب المشكلة اللي عنده ده يبقى عنده كونجيات الهارت الزيز فييبقى عنده او كلام ده كل وفي النهاية الكلام بتاعك بقى العك اللي انت عارفه الحشو اللي انت بتقوله ده لا يجي قرأ يوفي ده مش عارف ايه كلام ده كله طب انا ما كلمشو كلام نتاخد زي مش هتاخد حاجة ليه لان ده هي الحاجة اللي احنا عايزينها اللي هو بالنسبة لنا هو كل بيتكلم عن اعملها بالطريقة دي ما تكتبش بقى كلام معك كتير جدول اقل من ستة وعشرون اسبوع يبقى اكتر من ستة وعشرون اسبوع هعمل لها حاجة من الاتنين طيب الحالة عندها سبير واحد فيهم عنده ميت ميت او هيدروبسفيتاليس او خلاص بتاعه انت اكدت انه في الضياء ادخل موته هعمل ايه ده ماينفعش انه تحقن حاجة فكل هعمله انه انت هتعمل هو ده موضوع ده لو جات لك السؤال لو ما كتبتش الكلام ده انت الطالع مبسوط انت جالك هتخد لك خمسة من عشر خمسة من عشر يعني يعني انت صوت لازم يكتب الكلام ده يبقى انت نما يجي لك يبقى انت هنرجع تاني نشوف السؤال بتاعنا كان ايه يبقى انت نما يجي اقول لك الدياجنوزيز معاش ده 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 عليه درجة دي تلاسفيكاشن بتاعنا عبدو مات واك اكتب انت عندك وقت دي تنزيادة قوي ده انت عريق حافظها وتكتب الخمسة بتوع الدياجنوزيز بتاعك يعني ايه دياجنوزيز يعني اتباحها كلها ده من ستاشر لاربعة وعشرين اسبوع كل اسبوع ايه اكتبها بالطريقة دي اهي طيب اتباحها كل اسبوع لو لقيت ان الفرق بنتدي ببكت اكتر من اربعة سنتي او لقيت ان فيه زي ما انت شايف كده ان فيه واحد ضغط على ايه لما تكفل بتاعنا ايه مش شغل اللي ما بأكلش عش اللي بسقط ايه 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 اعمل الكلام ده اعمل انت راجل دلوقتي بوسط راجل استشاري هو ده احنا عايزين اكتب بعد كده الكلام ده زي ما انت عايز بس هو ده اللي هتاخد عادة راجل على حسب اقل مستة وعشرين اقل مستة وعشرين وحاجة مهمة اللي محدش بكتبها اللي هتوقع اللي هو ايه لو انت عايل فيهم في مشكلة ايه وانت في الحال الزي دي تدخل تعمل بعد كده ال الستيشن اللي بعد كده ده ايه ده يعني ده فالفا وده فالفا كنسر فهو بيتكلم عن يعني حالة سهلة قوي يعني والريسك بالنسبة لان ايه وبتيجي لك ازاي وكلام هايف كلام ما فيش في يعني ده كل ده فالفا الكنسر كل اللي انت شايف الكنسر 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 الريسك بالنسبة لان ايه المو بلومو فيروس اكتر من ستين سنة عشان عندها مشكلة تقريبا قريبا من السر وايك اول حالة عندها كان عندها نوع تاني من الاعراض بتاعتنا هي بتجي لك دايما بيتشنج من حاجات مشهورة جدا بتيجي و وبيرنينج وبليدينج وبين وممكن الاسكن دونه بتغير وممكن كل الكلام ده كلام ده دايما مع الكنسر ودايما في الجيني احنا عندنا متلازمة وبليدينج ومعها ومعها وممكن كمان معها الماس الرابع بتاعتهم وبقال الاربع حاجات دول وحاجة تخص طبعا الولفا الاسكن والاتشينج انواعها ايه اشهر حاجة لسكويما السيكارسونومة يوم بالموفيروس في الفجينل في الفالفا في ممكن اسباب تانية عندك الملانومة الباجت ممكن ادنوكارسونومة البيزل كل الكلام ده برسولين كل انت قبل اي كلام انت لازم تشخص الحالة دي فلازم تقوله انسيجنل او مابنج يعني انسيجنل بيوبس او مابنج بيوبس البيوبس بعد كده ادخل شلها كاملة ويد لوكال اكسيجن او ادخل اعمل اللي هو ايه ايه واخر حاجة الكموراديشن يبقى هما دول ايه التلازم انت بتاعنا ويمكن سهل وبسيط ترونجزيميك اسد ده ايه والانديكيشن بتاعتنا ومشاكله وكلام احنا ترونجزيميك اسد يعني الانديكيشن انت بتديه علشان تمنع ان يحصل اه يعني ايه يعني ده بيمنع انه هو البلازمينجين يتحول لبلازمين فعلشان كده الكروط الموجودة الى حد ما بتقدر تحافظ عليها يبقى الفكرة كلها في الجزء انه هو بيمنع التكوين البلازمين حاجة تانية ان ده بيزود تصنيع الكولاجين طيب الكولاجين ده بيعمل ايه بيزود الماتريكس بيزود كمان الكروط مش بش سهل يحصل لها طيب انت بتعلاج ايه البي بي اتش البي بي اتش البي بي اتش البي بي اتش وكمان المنوراجة البي بي بي اتش فالعلاج بتاعنا ده يعني حاجات عامة انت لازم تكتب ده لازم هي دلة الكتب يعني ما تيجي تكتب التريتمنت استخدام بي بي اتش وما هو ما هو ده معروف ترانكزيمك أسد علاج بي بي دي ايه بي سي هتعين ماشي في الشرعة كده وقول له كبرون علاج ايه انت ما يعني انت عرفت يعني ايه عايزين نعرف ايه احنا منديعنا عشان نمنع ان بالاخر كده ان الجلطة دي تدوب احنا عايزين الجلطة تكمل معنا مهم جدا ان كلام الافدنس بي س دي في التريتمنت الهيموفاليا او فالبرون لانه من الحاجات هو ده اللي احنا عايزين هو ده هو ده هو ده الكلام اللي احنا عايزين بقى سبب بقى من كلام الناس القتع بتاع ده كلام ناس جهلة انت ايه الكلام اللي اول ما تكتبه حتى لو انت اكتب الباقي كل خلاص ده زاكر وفاهم انت بقنوه هيموفاليا هو ده الكلام اللي احنا عايزينه. الحالة كمان لما تجي تعمل لها اي هموستزل في اي سيرجل. او بيتكلم عن او امبيوتيش. الدوزنج بتاعتنا ممكن يتاخد اي ام اي بي اورال اي ام كان لكن من الحاجات المهمة انك ما نفعش تعمل عشان بيسبب بالنسبة لنا الدوزنج دي مكتوبة غلط في كل المراجع. مكتوبة في كل الورق اللي معاكم. انت لازم تكتب وبعد كده بالنسبة لنا بتدي جرام على مدار عشرة دقايق دي بتاعك بتديها جرام على تمان ساعات. ده لو انت بتديها اي في انفيوجين. لو هو ده صح. طيب لكن جرام كل تمان ساعات ما فيش الكلام ده. يبقى انت بتاعنا جرام على عشرة دقايق ده وبعد كده يكتب جرام على كل تمان ساعات او لو هتديها اي ام يبقى انا بتكلم عن كل تمان ساعات او اورال كل اتنشر ساعة او تمن ساعة لكن ما ينفعش انك تبدي اي في مشاكله ايه مشاكله ان هو بيسبب هيدك هيدك سيفير هيدك وطبعا فاهم الفيفور انروكسيا وهيدك نوزيا كل الكرام ده ممكن ان كمان يسبب حاجتين بيجروا معاك حاجة من فوق رانو نوز وحاجة من تحت ضغارية ممكن كمان يسبب بين عموما في المصر والجوين بسبب الكولوتس الموجودة دي ممكن كمان يعمل سرمبوز ممكن يكون فيه وحاجة مهمة جدا 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 انه بيسبب عمى الوان بالاخر كده مشكلة في الرؤية الكولور مشكلة في التمييز بين الكولور ده حاجة مهمة جدا يعني ده من حاجات ايه اللي بتكون ظهر قوي في الكبرو فانا ما تكيش نوزيا وتسيب الكلام ده وتطلع من امتحان انا الحمد لله ده جانا كبرو ما انت ما عرفش جاء بحاجة انت على الله حكيتك يا طيب ممنوع في ايه ممنوع في كل ما نفعش الحالة عندها برمونر أمبرزم دي في تي اكيوت ام اي ايا كين المشكلة ممنوعش انك تديها ايا كان النوع ده تديها كبرو ده ما انفعش اللي فيه مشكلة في الرتنيد هو بسبب مشاكل في الرؤية فما انفعش الاسكيميك يبقى اى اسكميا ما انفعش في القلم من ستاشر سنة ما انفعش في الحالات اللي زي وزي المغيصة مصرفية يعني لازم تقلل الواحد جرامدة او الواحد بتاخدها على ثمانية واربعين ساعة متخيل يعني جرامدة على حسب الكريات بتاعنا ممكن على اتنوشهر ساعة على اتنوشهر ساعة على اتنوشهر ساعة الكلام ده اكبر من يعني ايه من لفل البرترابي في المتشوى الشباب لك من بعد كده ما نفعش انك تديه او منفعش انك تديه ما نفعش ان الحالة يبقى عندها وده حاجة بتنقذك في اي اتراج اي اتراج في الدنيا لو انت عايز رزع لو حتة ايه الهايبار سنستيبي برضو في الارلي والريد بريجنانسي انه مش عمل على بطاط الدكابرون زي ما هو ماشي اتب له حتة دي مهمة قوي الا لو هو انا في الحال زي دي ما ينفعش كمان منتكلم عنه لما يكون عندك بليدينج من الوران تراكت ومازف بليدينج كتديه كابره بتقول دي علاجه لا لازم من الحالة ازا دي تحوليه مختص ندخل بعد كده البيبي اللي جاي لك بالفروج في ستال هو الان كفلي ما عايز يعرف ايه وبتعرفه ازاي وانواعه ايه وكلام كله يمكن انتو حلته وفاهمينه طبعا يعني اول ما بتلاقي الفروج ده البيبي ده صورة الفروج افتكر دايما مش اسمه فروج بس اسمه كمان ميكي ماوس يعني هما الاثنين دول ميكي ماوس والفروج ده الان كفلي يعني ايه الان كفلي يعني يعني مشكلة في الان كفلي وفي انا كفلي وفي مشكلة في البون يعني ده حاجة الديلونز بالنسبة لنا حاجة من الاتنين. او بايو كيميكال. الالفتو بروتين من اول خمستاشر وانتاشر اسبوع. يبقى انت عندك الالفتو بروتين بيزيد والالتراسون الاول عشر اسابيع بيزيد. ده واحدة وده واحدة. انواعه ايه? ده مجدش قبل كده. بس انواعه يعني ايه? انواعه يعني احنا من الميل للسبير. عندنا حاجة اسمها الميرو. عندنا حاجة اسمها الهولو. الهولو ده هو المشهور قوي. يعني ايه? يعني البيبي بتولد يعيش له يوم يومين. بسبب ايه? شغالة. هو ده الفكرة. ده ممكن يعني ايه فكرة البيبي بينزل صاحي بينزل عايش ويعيش عادي وتنفس. بسبب ايه? بسبب اللي هو الهولو انا انكفلي اللي هو. ده اشهر حاجة البيبي ما زالت انها تقدر انها البيبي يعيش له كمان تمانية واربعين ساعة او فيه ناس فضلت عايشة لمدة اسبوع كامل اللي عندها الهولو انا انكفلي. الميرو انا انكفلي ده الحالات اللي عنده انا انكفلي اللي بتعالجه. لكن طبعا اخطر حاجة الكرينيو ده ده مشكلة كبيرة. بالنسبة لنا البيبي ده بيكون عنده مشكلة في السورلونج في بيكون بولي. البولي كمان البيبي ده بيكون عنده مشكلة في ان هو يبدأ في يكون بوست وحتى لو انت عملت في في البيبي ده بيبدأ للدراجة بوست ديت لانه هو وزن بيكبر قوي. فما البرزنتيشن وبعد الورد نورمال يبقى شولدر وزا ما احنا بيقول شولدر يبقى ات بتكلم عن البيبي اتش وبتكلم عن الاسيريشن والكلام اللي ايه اللي انت عارفه ده. بالنسبة لنا لو ليه اخ واحد يبقى خمسة في المية لو عنده اتنين عندهم المشكلة يبقى عشرة في المية. تمنعه ازاي? نجيش تقول فوليك اسد وبس. فوليك اسد انت بتغزح مش هتاخد حاجة يبقى فوليك اسد يبقى فوليك اسد هو موضوع كله. احنا بالنسبة لنا انك تبدأ الفوليك اسد قبل شهر من الحمل. على القلب. دي اي بي سي. بالاول حاجة. ويكمل على القلب تراث شهور. طيب. ديابيتس. طيب كنترول. انا مضيبتس من اسباب اللي انا كفى لي. طيب. امنع التراتوجينيك. امنع امنعهم. ما يتكلم كمان انك تده اللي هو في الحالات اللي عندهم الحالة اللي عندها سيكل سيل او سلاسامية او اللي عندهم ضيابيتس اول بياخده فتده والحاجة الاخيرة انك ممكن تعمل ده مهمة جدا عشان امنعهم. ليه? فهم الناس دول عندهم حاجات وراسة. عندهم حاجة اسمها ميكل جوبا سندروم. هو حاجة وراسة عندهم. بيجي اللي كل مرة بيبريسك خمسة عشرين في المية نبقى عنده انكفالي. او عندك سيرتين اللي هو الباتو او ادور. فاحنا بديمنا عزي الانكفالي. سؤال بيجي لك. طبقا نتحضر لك طالع فرحان قوي. وعليك ابتسامة بلهاء. طبقا كاتب له فوليك اسد هايدوز. ويعيني يعيني يا ليل وطالع مبسوط انت بجاب لك اربعة من عشر. حرامت ده يا حالة زي دي في كلام هايف. ده كلام هايف. زي انا بحس يعني كلام ما بيسألكش في حاجات اه اين وصل العلم. ده بسألك في فانت ازاي تمنع على انكفالي ازاي? يبقى انت هتبدأ الفوليك من ايا كان الفوليك ده بشهر على الاقل قبل الحمل. وكمل طرد شهور اه 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 لطاية كنترول الديابيتس الدراج التراتوجينيك انه هتعمل الكلام ده وقفة ممكن اعمل دي لو الحالة دي عندها حاجة اه انهرتت وكمان بتده هاي اللي انت بتكلم عن اللي انت بتكتبها بس يعني انت بتكلم عن ده خمس درجات انت حواليا بتاخد درجة من خمسة واحد من خمسة. ده ايه والانديكيشن وتعمله ازاي والكومبليكيشن سؤال سهر ومتكرت جدا بالنسبة لنا بتاعتنا ايه? انت لما يكون في عندك سيبير اولوجو. او في مشكلة في يبقى هما الاتنين دول. ممكن كمان يعني علاج للسيكمو كونيا لو انت الحالة ده هتكامل نورمان ممكن علاج للسيكمو لكن ده فها كلام كتير اولى. ممكن كمان ان الحالة اللي بيبروم اللي قلب من ستة وعشرين سبوع بتحاول تعمل اعمل عشان تقلل بوميرا هيبوبليزيا لان انت عندك الامياتيك في الود وظيفته انه بيعمل ماتيورتي او بيحسن من وظائف اللونجن فانت علشان تمنع ان يحصل بوميرا هيبوبليزيا او يحصل مالهوش رول او احنا مش عارفين الحالة اللي كان عندها مشكلة في الامياتيك في الود زيادة فبيكون في سبيس للبيب ان هو يلف نفسه مالوش رول الكلام ده يعني التيرموالوجو مفيش حاجة اسمها تيرموالوجو بعد سبعة وثلاثين اسبوع وتجي تقول امن انفيوشا خلاص الكلام ده تلغى يبقى ده الانديكيشن بالنسبة لي اختر لك اي اتنين تلاتة احفاظهم قولة بتعملها ازاي لازم يتعمل في الفيتا الميديسين يونت ولازم يتعمل لها امريتي يعني امريتي يعني فيه وفيه 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 اللي يكون اللي شغالها حد عند الخبرة بتستخدم والنورمال صلايين عادي او ولازم يكون والتراساونت وبتح ان دراديو ما تدخلش كده باسم الله عادي وفي خمس دايق تملل يطرس الحالة تضاي منك تحصل لها يسمى الانديك شوك فانت تخلل نص ساعة لو انت شغل ترانس ابدومنال معاك لحد ثمنمية حين ثمنمية لو انت شغلت معاك لحد تحين خمسمية بالنسبة لني فضلت تزود وربنا مديك العافية والصحة لحد ما دخلت الحالة في هايبرتونس ده حتى كمان انت حولتها من أولوجو لبولي او انت قلت ما عملتش فجالها او كمان ممكن وانت شغال كده في وانت جاي تخرج حصار او ممكن ابربش بلاسنتا او ممكن الحاجة الاصعب ان المظر هي اللي ضيب بالمورة امبوليزم بعد كده ايه اللي قدامك ده وبيجي ازاي والماناجمينت بتاعنا الحامل ازا كان او ازا كان انت بتكلم هنا عن طيب تعال نشوف بقى ايه اللي قدامنا ده مباشرة يعني خليك كده انا شايف قدامي او بلاستر ايه في الراوند الجينتاليا وغالبا ده تبقى جينة الهيربس ممكن يكون خمسين في المية او ممكن خمسين في المية يعني يعني يبقى انت عندك ده ايه اللي انت شايفه ده ما تجيش تقول جينة الهيربس وتسيبها بس الله يكرمك ده على درجتين هتاخد لك درجة ليه انت تنضع بصح بس الممتحن مستخسر لك درجتك انت واحد يعني لا ما يعني ما انتش ممزجني في الاجابة فده حاجات مهمة جدا طيب اعرضه ايه غالبا اسمتوماتيك كلنا بننسليم كلنا بننسليم انت بتقوم جاي داخل هابد بسم الله الله واكبر جايلك ببين جايلك هو معظم اصلا الهيربس بيجي اسمتوماتيك فانت بتنسليم يعني الحالة اللي قدامي ده مخدوا اسمتوماتيك عادي جدا مش مشكلة اه لكن يبقى مصطلق اسمتوماتيك لكن ممكن يجيب بين ممكن يجيب فيور ممكن يكون عندي ممكن يكون في المشكلة في الليمفنود الموجودة في الجروين في البلفز ممكن يجي لك من البين طبعا دايما احساس الخدلان ده واحساس الموجود وممكن يجيب بيرنينبس значит بتاعنا ايه بقى يعني هذا السؤال المنيجمند ايه احنا عندنا لو ستعمللة ايه لو سنبيerteها ربعمائة تلات مرات في اليوم لمدة خمس ايام يبقى الر تلاتة اربعة خمس. يبقى لو انت بتتكلم عن يبقى ربعمائة تلات مرات في اليوم لمدة خمس ايام. تلاتة اربعة خمس. تلاتة اربعة خمس. طيب والحالة دي نبدأ لها اللي هي ايه? ربعمائة مرتين في اليوم او تلات مرة. من ستة وتلاتين اسبوع. لو الحالة دي زي مسلا او ريسك ان هتولد بريتر يبقى من اتنون وتلاتين اسبوع. يبقى تبدأ من اتنون وتلاتين. يبقى احنا عندنا هدي اديها ايه تاتة اربعة خمسة. وده ده في الاتاك اللي عندها. والحالة دي ترجع لك تديها من اول ستة وتلاتين اسبوع. او لو هي عند اتنون وتلاتين اسبوع. وتولد عادية فيش اي مشكلة. ده اول حالة. طيب لو الحالة اه اه في الفرس والساكن ترايمستر. لو في قدماك وقت. انت لسه برضو نفس الفكتاتة اربعة خمسة تشغالين معاك. وسلسه قدماك وقت انت لسه في الفرس ترايمستر. فعندك الوقت انك تحولها. تعمل لها عشان اتأكد من نوع ايه? ايه? وكمان تعمل ايه? اخواته التالين. لان ده فتعمل تشوف تعمل ونفس الكلام من ستة وتلاتين او اثنين وتلاتين. والفجانة عادية جدا. طيب الحالة جالك حالة زي دي انت بتبدأ لها لحد الولادة. يعني جالها من تسعة وعشرين اسبوع. من اول تسعة وعشرين لحد الولادة. والحالة خاصة لو عندها ده في خلال ستة اسابين. يبقى هو ده موضوع الهربس عموما في الحمل. ندخل بعد كده ايه اللي قدامك ده? ده ايه اللي انت شايفه ده? ده كوريوانجيومان. ده بلاسنتل كوريوانجيومان. خاصة معها بولي. ماشي? طيب اه ده ايه? يبقى ده احنا نتكلم عن اهو جزء ده والجزء ده ده بلاسنتل كوريوانجيومان. ده من حاجات الكمون واحد في المية في الحملة عموما وده بيكون يعني في الناس كتير بيكون عندهم الكلام ده. ما لهاش مشاكل اسمتوماتيك. الا لو وصل الساس بتاعها اربعة خمسة سنتر. يعني وصل اربعة خمسة سنتر. هتيبدأ تعمل مشاكل. يبقى كوريوانجيومان. احنا بنتكلم عن ان ده حاجة موجودة في واحد في المية طبيعي جدا. ما فيش اي مشكلة. بالنسبة لنا ايه? نفس المشكلة التراتومة. اللي هو هايبر ديناميك. فممكن نحصل لها هيدروبسفت عالس والهارطفال. وبولي. فضعتين في المية من الحالات. ممكن مشهورة جدا اللي يكون انجيومة ده. ونفس الفكرة في البيبي ده يكون عنده اناميا. وكمان عفري بيتليس فيكون عنده شرومبوسايتو بلي. واي جي ار و بري اكلامسة اللي هي الميرر سندروم. ويهي ممكن ابراب شو بلا سنتر. في مشكلة في بلا سنتر بلا سنتر بقوم جايب يحصل لها تدريجي. انواعها ايه? انواعها اسد. الانواع بتاعتها اسد. انجيوم. ممكن سيجورة. سي. وممكن يكون اه اه ديجينيريتو. يبقى انت بتكلم عن انامها اسد. مكانها فين? غالبا في المكان الفيتال سايد. غالبا. جنب ايه? جنب الكور. يبقى غالبا مكانها فين? الفيتال سايد جنب الكور. طيب ديفوشة الدياجونوس بالنسبة لنا ايه? انا ممكن اشوفها كده اقول ان ده ماتوم. ممكن اشوفها كده اقول ممكن اقول ممكن اقول ممكن اقول كمان ان ده يبقى انت بتكلم عن ده يعني دايما بتاعتني ايه? وممكن انواعها ايه? ممكن اقول لك ديفوشة الدياجونوس بتاعك. ندخل بعد كده على اتنين كبار اول بيجو دايما الهايدراليزين ولا بيتالوجين. مشاكلهم ايه? الهايدراليزين مشاكله ان كلنا نكتب فراشنج وهيدك كلام جميل جدا. لكن الهايدراليزين المشكلة اللي خلطنا نخليه في السيربلاين ان بيعمل اه 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 ايبوتانشن. فالحالة بيجي لها تاكي كارت. ده اول حاجة. الحاجة التانية انه بيعمل لوبس. الحاجة التالتة بيعمل هيبوتانس. هو ما دول مشاكل الهايدراليزين. فحضرتك ما تنكوتش من عندك الله يا كريمك وتكتب فراشنجوهيدك ومع السلامة. انت كده بتكتب ده مشاكل كل الدراجز. الهايدراليزين ده بيعمل ايه? ايه الحاجة اللي بيكون ظاهر فيها قوي. لوبس. اه هي دي. انت لو كابتش حاجة اللي لوبس هتاخد دراجة الفورمار. ده اللي خلينا يبقى ممكن يعمل هايبوس بيدياس. ممكن يعمل سرومبوس هايتوبانيا. وحاجة كمان يأثر على انت عندك هايبوتانس. يعني احنا عندنا بيوقع الضغط. هايبوتانس. عندك حاجتين. يحصل لنا ايه? يحصل لنا رفلكس. اه تاكي كاردية. ويأثر كمان على كمان من حاجات اللوبس. اللوبس ده يعني سرومبوس هايتوبانيا وهيباتاتس. اللابيتالول اللابيبريس. بيتابلوكر. بيقفل بيقفل بلوكر. بيقفل الدنيا. فبيوصل للبيبي. البيبي ده يبقى عنده هايبو جوليساميا. او البيبي يبقى عنده بلاديكاردي. او الام نفسها عندها بلاديكاردي. مفروض احنا بنعه اللابيتالول في حاجات في حالات الازماتيك. ده اشهر حاجة. اللي هو الرياكتب اروي او هارتافيليار او بيدي. هما دول ايه كنتين بيدي. بيجي سؤال اهمية او اللابيتالول ايه? طبعا ايه بيتلاقي اي في واورل. بيتلاقي ناس كانت بنقص فيه منه اي في واي اورل. يا سلام. برافو عليك. جبت التايها يا ابن. ايه الكلام العاك ده? لا طبعا. مش ده. هو الوحيد اللي فيهم اللي بيبنع البريئكلامسي. هو الوحيد اللي فيهم اللي ما بيقصرش على البلاسينتة. وحاجة مهمة جدا جدا جدا. الوحيد اللي بيبنع الاستراك. هو ده. هو ده الدرجة اللي انت عايزه. هو انت السؤال زي ده. وعشان كده بتقرر كل مرة ليه? مش من سوية الامتحان. علشان ما حدش بيجوه. بيتقرر السؤال اللي ما بيتقرر يبقى السؤال ده ما حدش عارف اجابته. فبيتقرر لك كتير. السؤال اللي بتحرق ما عادش بيجي. خلاص انا بيتعارف. يعني حالة سيستيميك لوبس. بتجي لبقى ده التدوار. اللي بيتخل بيتبيت فيها. ما بيجيبش الفول مارك. ما فيش حد بيجيب فول مارك خمسة وتلاتين. انت حالة زي ده بتجي لك. من اللي بيكتب لوبس وهباطايتس وبيكتب احدش. فانت تلقيك جاب اتنين تلاتة في الحالة دي وطلع مبسوط قوي. ده جلن حمده اللي لا بتلوه هيدرولازين اللي كانت جعلنا قبل كده. يا جدا. وتلاقي نفسك واقع. طب ليه? بتكتب غلط. الدوزز بتاعتنا ايه? احنا الدوزز بتاعتنا الهايدرولازين بتبدأ خمسة ميلي. واستنى تلت ساعة. ودي كمان خمسة. بس خمسة العشر. يعني انت بتدي خمسة ميلي الاول. وبعد كده بستنى تلت ساعة. بدي خمسة العشر. طيب. وبستنى كمان تلت ساعة. وبدي كمان خمسة العشر. وبعد كده بقيم الحالة. لو انا بعد الحالة اللي زي دي بعد يعني احنا بعد بنكلم عن بعد آآ ساعة تقريبا ما حصلش اي بروجرس انت بتشاف. يوقع بنبدأ بخمسة الاول. وبعد كده بنبدأ كده. مهم جدا الهايدرولازين لازم بتدي معاه كريستالايل. كريستالايل. مهم جدا بتدي معاه آآ بريلودينج او افطر الهايدرولازين عشان مشكلة الهايبوتنشن. فلازم بتدي معاه خمسمائة صلايا. يبقى احنا الدوزز بتاعت الهايدرولازين خمسة. وبعد كده بعد عشرين دقيقة بدل خمسة العشرة. وبعد عشرين دقيقة لحد ما وصل للمكسمن بتاعي اللي هو تلاتين. طيب اللابيتالول. اللابيتالول بالنسبة لنا بنبدأ عشرين. وايه? احنا كنا نتكلم هنا عن عشرين دقيقة. لا هنا بتكلم عن عشر دقيقة. يبقى عشرين بعد عشر دقيقة. احنا كنا نقول بحد مئتين وعشرين. طيب ده في السيجير طبعا. ندخل بعد كده على انواع البلاسينتا. انواع البلاسينتا من الحاجات السهلة جدا. يعني احنا عندنا انت عندك هنا البات الدور اللي هو ده بتتكرر كتير. بحصل ايه في الحالة الازديه بحصل. وممكن كمان في مشكلة كمان في مشكلة في الضبر للبيبي. عندك كمان ان البلاسينتا بالطبيعي فيه ادي اكسيسري موجودة اهي. ده طبعا من حاجات اللي بتسبب ان بيبي اتش. وده بتسبب بيبي اتش. ده بتسبب وبتسبب مشاكل في البيبي. انت عندك هنا الفيلمنتس او نتكلم عن البوازة بريفيا. او ممكن مثل اي اف دي. اه نجي نشوف الانواع بتاعتنا اللي بتتكرر كتير. ده لسه كنا منقولها دلوقتي ده البوازة بريفيا. البوازة ايه ايه مع البي. انت عندك الاكسيسوري ده اللي احنا بنسميها الساكسينتريت او الاكسيسوري لوب. ده اللي بتسبب البيبي اتش. انت عندك هنا الحالة اللي زيديه اللي بيحصل لها الابربشو وبحصل لها صدق اي اف دي اي او جي ارد ان في مشكلة عندك هنا في البلاسينتا كل ده فايبرس. عندك كمان اللي احنا كنا بنكلم عنها البتل دور اللي هو المارجينال ده اللي كنا سم نكلمها. اه طبعا هم دول الاشكال بتاعتهم ده الوازة بريفيا او او ده البتل دور ده بيتكلم عن ادل اكسيسوري او الساكسينتريت وده اللي احنا بنسميها او ده ايه البلاسينتا موجودة والباقي ده كل وكل واحدة بتعمل ايه عموما ده اللي ممكن تتسأل عليهم. احنا عندنا هنا ده سؤال ساحل ده في البي بي اتش ما بيش فيه مشكلة كتيرة بتعمل لها اللي بتعمل عشان احافظ على اليورت ايه بتاعتنا ايه انت ممكن تكون قفلت المنطقة هنا تماما في بلات سبلاي الواصل ليه اليوترس بيتأثر في ممكن يسبب او منبوز ممكن في او في بين للساك ممكن انت انت فتربط معاك كده فيسبب وممكن كمان ان انت بتشتغل فتعمل لأي حاجة موجودة فهو ايه كلام يعني سهل او موضوع بعد كده متكلم عن بيبي ايه ده والبرزيمتيشن ازاي وايه الحاجات اللي متأثر على او هو ممكن يعني هو ممكن يقولك ايه للحلقة دي ده هو يعني هو ده السؤال ده ايه احنا عندنا احنا عندنا اربع حاجات اول حاجة انترا برطم ده اشهر حاجة ان هو البيبي هو بتولد نورمل طبيعي بيعدل في الويروس بيقدر ان هو يوصل للبيبي او ممكن بست برطم بست خاله وبست عمه وبست طن ده بسبب ده في تقريبها ده السوشيال خمسة عشرين في المية ممكن في حياة البيبي بروم عشان كده حالة الحصابة وعندها عزب تولدها ممكن يوصل للبيبي من خالي البلد يبقى ده البرزنتيشن ازاي في البيبي دايما البيبي بييجي دايما اللي هو يا اما البيبي دايما كده مش قاعد على بعض او ممكن البيبي بتضيع في الضياء يعني مش موجود معاك في الوجود مشكلة كمان في الفيدنج ده ممكن تظهر مش في اول يوم او تاني يوم في الولادة ممكن معاك لحد شهر من الولادة يبقى ده اول حاجة بتظهر فيه ممكن يجي وده اخفهم وده احسن ممكن يجي وممكن يجي كمان ان انت ضرب اكتر من ارجن خاصة لليفر ممكن الحالة دي تدخل في هباطايتس او مينجايتس وده يمكن اشهر في واشهر كمان في ايه الحاجات اللي بتسبب او بتأثر على نوع الانفكشن ايه اكيوت ايه بنتكلم عن هل البيشانت دي عندها انتي بودي ولا يعني ايه يعني اخذت ست اسابيع من الانفكشن ولا لا البيشانت ده من حصل لها ربشر نوبر بقى دي عشان طيب انت استخدمت اي انفيزيك منوبر ولا واخر حاجة ولدت الحالة دي ازاي سيزيريان سيكشن ولا الانسدنس لو الحالة بتتكلم عن واحدة واربعين في المية لو حالة سكندري بتكلم عن ثلاثة في المية لو بنتكلم عن الحالة لسه في البلدور مبتاعتها بتتكلم عن تقريبا اربعة في العشرة طيب حاجة ريقاوي فتكتب ست سنين وجالك بسلارك وقالك بمنوراشر او امنوراي يبقى ميناركوس على ست سنين فده عندها ايه بروكشاس بيبرت ايزو بيبرت مش هتيره طيب ايه اللي انت شايفها دي مشهورة قوي 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 ده الجرينوزا الجرينوزا سلحة فهيقول لك ده ايه الجرينوزا سلحة التيومور ماركر بتاعنا ايه الانهبين والاسترديولي طيب ايه اللي بيظهر معها الجرينوزا سلحة دايماً بيجي في البنات فبيخليها انسة دايماً البنات بيحبوا دايماً انهم تعالوا اعزمكوا عن قهوة فتتصل بيها عشان تعزمها على القهوة فيعرف دايماً كل واعرف كمان يبقى انت البنات بيحبوا دايماً كل البنات مع الورد بيحبوا دايماً ان نتصل بيوتهم يعني ايه نشرب قهوة برا يبقى انت بتكلم عن بتاعنا دايماً بيقولها في ايه بحاجة كويسة جداً عنواع التانية لان احنا عندنا جرينوزا عندنا 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 جرم سيل وعندنا يبقى احنا اه داي ايه ده سيل بنشوفها ازاي اتكر دايماً ويالكافي بينز ومتكلم عن دايماً معظمك تبقى ستجوان ايه طب الانواع التانية ايه ده عندنا عندنا السيرتولي السيرتولي ده اللي بيجي معها في اللي هو عندك الاندرو بلاستوما عندك الاندرو المكسد عموماً عندنا كمان انه ممكن يكون دا عندها فيبرومة ممكن يكون عندها مشاكل تاقي ايه اخر حاجة جايبين صورة دي ايه ده دكساسكان كومنت انت عندك الحالة اللي زي دي بتكلم عن بتاعنا مينس سي ري بوينت دو يعني ده 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 عندنا هنا تقريباً اثنين وتعاتهم من عشرة تقريباً فتبتتكلم عن ان ده فهو ده بتكلم عن هو ده ده ايه ده دكساسكان ويعني ايتي او واخر حاجة سؤال سهل جيدة بالبسيط احنا عندنا يعني ايه يعني انت بتكلم عن ده ايكس ري بتعمل بتشوف بتشوف بتاعنا اخباره ايه ايه عندنا اول واحدة ده اللي امبر في ارتفر الاستيبنوزز لان احنا عندنا مينة سرية والتانية استيبنوزز يعني ايه تي سكور وزيد سكور التي سكور هو علاقة البون مارو في البيشنت الاقدامة دي باليانج يبقى التي سكور العلاقة باليانج التي سكور باليانج اما الزيد سكور بنفس سنها بنفس سنها بس يبقى تزيد سكور زي سيم يعني احنا السيم سكس او سيم نفس السن اما تسكور ده من هما الشباب اللي هما ديانج الاضلت هما دول ايه الفرق ما بينه احنا عندنا اه لحد مينس اه بحد هنا انت بتكلم عن ده يبقى انت كل هنا ده ده من عندك من مينس ون لجزء اليلو ده ده بتكلم عن استوبية نيجي وبعد كده ده نورمال عموما نفيش اي مشكلة التريتمنت بالنسبة لنا ايه التريتمنت انت بتكلم عن اول حاجة اللي هو انت اللي كالسم عموما بتكلم عن التريتمنت بقى اللي هو اللي هو اللي هو البيفوسفينيات بتكلم عن مشكلته بقى ان هو ممكن يعمل ولازم ان البيشنت بعدها تبقى براية لمدة من ونصف ساعة لساعة ما تنمشي لانه ممكن يعمل متنمشي علي ثلاث سنين عندنا بعد كده الكالسيتونين الاستراتيام عندنا 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 كمان وعندنا كمان وعندنا فده كل ده العلاج اللي اتشارتي اخر حاجة احنا ان شاء الله ناخد رست بازن الله قبل الرست عشان الجمل اللي معنا احنا هنبدأ ان شاء الله نفكركم هنبدأ يوم خمستاشر فبراير خمستاشر اتنين احنا هنحل مع بعض اه ميت استيشن وهنحل مع بعض خمس وميلة الصلايدي الصلايديات اللي موجودة كلها اللي موجودة في الكتب وفي الرقول والموق هنحاول احنا نحلها وندوابها لاجابة الصح احنا يمكن يعني اعلننا عن الكورس يمكن بنقول وهنا ملزم بالكلام ده ان الناس اللي لسا ما ذكرتش يعني عايزك انت اول من خمستاشر اتنين في امتحان القردن هتذاكر وتطلع من الاوائل فاحنا ان شاء الله احنا يعني عايز من حضرتك الاسبوعين دول هنكمل فيهم مع بعض صدقني هتلاقي نفسها بتلمية الامور احسن بكتير 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 احنا هناخد المواضيع المهمة زي ما احنا بنقول بتتكلم فيها زي ايه الكلام المهم هنعمل احنا معنا حد تلاتة تلاتة ده اه المواعد بتاعتنا الايام بتاعتنا هتكون اه خميس وجمعة واتنين هيكون عندك وقت انك برضو تزاكر في احنا هنحاول ان احنا اه بعد تلاتة تلاتة هنحاول ان احنا هنعمل يومين موقع جزام وكل هنعمله هنعرض اه سلايد في الخليط دقيقتين واتحاول ان انت تدرب نفسك هنحاول ان احنا نقيمك من خلال ان كل واحد هيقول له اتنين ستيشن او تلاتة في اليومين دول بحيس انها تقيم نفسك تشوف ان انت لو دخلت ستيشن ايا كان الستتيشن دي هتجيب فيها كم من خمسين هنحاول كمان ان احنا يوم سبعة تلاتة ويوم تمانية تلاتة اليومين دول يوم سبعة تلاتة ده مراجعة كاملة كل هنجيب كل تمانية تلاتة كل الجينة يبقى احنا في يومين عندك هيكون يومين انت هتراجع كل وكل الجينة كل حاجة اللي هو انت تبقى داخل المتحل ان شاء الله عشرة تلاتة تكون انت فاكل كل الكلام هناخد نظام موديولات فان شاء الله احنا مع بعض بازن الله وربنا وفقكم احنا يوم خمسة شهر اتنين هنبدأ الفيديوهات هتكون على انت طبعا يعني زي ما انا موضوع في الاعلان البيدي اف اه مش هيكون موجود بدي اف هو موجود الفيديوهات ده هتكون متاحة مشجلة وهنشرح مع بعض هنا ونتكلم مع بعض انت حاول ان انت اا 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 يعني دايما معدل محاضرة من المواعدة المهمة نشوفكم على خير بازن الله هناخد رسط ان شاء الله ونرجع نكمل مع بعض المواضيع بتاعنا